اتحاد الكورة برضو بيخاطب الفيفا بيقوله خلاص هنتبق حكام الفيديو في ابتداء من الدور الجديد فرجت والعملية تزبطت وتجربت في اخر ماتشين ثلاثة في الموسم اللي فات والاتحاد استكشف بعض الصعوبات اللي فيها وقدر يحط ايده على السيستم حيشتغل ازاي بهذا الشكل وان كان حتى ربنا كرامهم واشتاروا شاشة بلازمة كبيرة شوية للحكم بدل المونتور الصغير يردنا كنا جالنا كابتن عسام عفتاحي شرح لنا اكتر لكن سؤال افتراضي لو البطولة العربية كان فيها حكام فيديو كان القلو كسب البطولة قبل ملعب النهائي ما كانش يخسر من الفيصال الى في الاولى ولا في التانية ولا كان تعرض للحرج في مباراة نصر حسن دار كان كسب بسهولة جدا ده لا مش فيديو ده لو راديو ده لو راديو ده لو راديو في مرش الفيصال مبارح مش محتاجة فيديو ده عايزة راديو اللعبة ترمع الكورة مسكة زي الجون واحتفظ بها لا وفي اللعبة عايزة شداء بانه مش عادة ما هتيجي بفقرتها هوريها لك كامتين احمد الشناوم برح وقف عندها لانه الحاكم الموريتاني قاعد يبص كده زبط زاوية الرؤية قالك اللا موريتاني ده الموريتاني ده هما لقوه فيه طب خد دي ده هيحكم مصر واغندا يا انهارات اول ما هاي الحاكم جيد اوي كده اهه حاكم علي المغيفري ده كان عصبي على لعبة الاهلي وده دفع آآ صالح جمعة بسيدره ضربه مش صالح جمعة اسلام محارب يتكلمه وحطت يده ورادهره بأدم شديد احزقه لا لما هو عصبي 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 واضح انه هو لا الكورة بتاع طول انت عارف بقى ازاره ما حسبهش ليه لانه واضحة جدا جدا يعني اه انت عارف انه هو اللي خلاشت ازاره ما كانش شايد اه ده هو لما دفعه رح رجلي ازاره جاد في الجو هنجيبها دلوقتي نشوف لانه فيها طرد مش بينلت وبس اه ده بينلت وطرد تخيل اللي هجبت تترد علينا الجون التاني من انتو محضر لا فيها طرد منفرات كامل اي فرصة محققة مفيش حد معاك هنيجي للمغيفري